متى يبدأ وينتهي وقت الأضحية وقت الأضحية يبدأ بعد صلاة العيد يبدأ بعد صلاة العيد والأفضل بعد خطبة العيد يعني بعد الصلاة والخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بعد ما ينتهي من خطبة العيد يعني كان يصلي العيد ثم يخطب ثم يذبح صلى الله عليه وسلم فالأفضل أن يذبح بعد الخطبة لكن لو ذبح بعد أداء الصلاة لأن الخطبة غير واجبة سماعها المهم أن بعد صلاة العيد فيجوز لكن السنة أن يكون بعد انتهاء خطبة العيد وبالنسبة لمن لم يصل للعيد أو بالنسبة لمن هم في البادية مثلا بعيدون عن البلد ما يأتون للبلد صلاة العيد فهؤلاء أيضا يقدرون وقت صلاة العيد اللي هو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وبعد ذلك يذبحون ويتركون وقتا لأداء الصلاة خلنا نقول عشر دقائق ربع ساعة يعني حتى ترتفع الشمس قيد رمح يمكن يبيه لثلث ساعة من بعد الشروق ثم بعد ذلك يعطون الصلاة مثلا عشر أو ربع ساعة يعني خلنا نقول بعد الشروق خمسة وثلاثين دقيقة يمكنهم أن يذبحوا أضحيتهم نعم عفوا أنا أنسيت متى ينتهي وقت الذبح أنا تكلمت عن بدايته وهو من طلوع الشمس وارتفاع عقيد رمح إلى انتهاء الصلاة أو الخطبة ينتهي وقت الذبح على قولين لأهل العلم قول انه ينتهي في ثالث أيام العيد يعني اللي هو عندنا العيد يوم العاشر من ذي الحجة والحادي عشر أول أيام التشريق والثاني عشر ثاني أيام التشريق يعني بغروب يوم الثاني عشر من ذي الحجة ينتهي وقته الأضحية والقول الثاني أنه ينتهي وقت الأضحية بثالث أيام التشريق يعني بثالث عشر يعني عنده يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر حتى تغرب الشمس وهذا هو الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن مدة الأضحية أربعة أيام يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر حتى تغرب الشمس إذا غربت الشمس انتهى وقته الأضحية والأحوط لنسان يضحي قبل ذلك يعني في اليوم الأول هذا الأصل ما حصل في اليوم الثاني ما حصل في اليوم الثالث لا يتأخر إلى اليوم الرابع ويوقع نفسه في الخلاف نعم